برح اتحدد بالفعل الفريق اللي حنواجهه يوم الجمعة اللي جاية على الميدالية البرونزية في منافسات مونديال العالم للأندية طبعا هو فريق وراوة الياباني بعد ما خسر من منشاستر سيتي الإنجليزي بسولاتية دون رد في مباراة الدور نصف النهائي اللي أقيمت بالأمس على ستاد الجوهرة شفنا الماتش مع بعض شفنا أداء الفريق الياباني شفنا السرعات الكبيرة اللي عنده شفنا كمان نفس الأداء ده في المباراة الأولى اللي لعبها أمام ليون المكسيكي عشان كده هنتكلم سريعا ونحاول نقرب الناس أكتر من الفريق ده اللي يمكن مش كتير مننا كان سمع عنه قبل كده يعني الوقع بتاع الاسم بتاعه جديد إلى حد بعيد على أذان المشجعين المصريين أولا احنا بنتكلم على بطل دوري أبطال أسيا زي ما طبعا كلنا عارفين هو فاز في المباراة النهائية على عملاق كبير هو نادي الهلال السعودي تعادل معاه في مباراة الزهاب في السعودية واحد واحد وفاز في اليابان بهدف دون رد وحقق لقب البطولة وقبل كده كمان في الدور النصف النهائي تخطى فريق قوي جدا في أسيا هو فريق هونداي موتورز الكوري فحنا بنتكلم على فريق بيتميز بسرعات عالية الفكر بقى نظام الروبوتس هم نتكلم على الروبوتس يعني إنسان آلي ياباني فبرده برضو المطلس إنسان آلي ياباني هم نتكلم على الروبوتس